موسيقى مساء الخير مشاهدي قناة ناية اللايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة حضراتكم اسمحولي اشاركت معاكم مقولة كده حفظتها من سنة 2001 سمعتها من بعض الاصدقاء يعني احب اشاركها مع حضراتكم يعني we don't have bodies we are the bodies يعني ايه كلام اللي انت بتقوله ده اشرة احنا ما عندناش جسم احنا الجسم نفسه ايه الفلسفة اللي انت بتتكلم فيها دي على الصبحة ومسا على في اول حلقة كده انك تفهم وتستوعب انك انت مش عندك ايد لا انت الايد نفسها انت ما عندكش رئة انت الرئة نفسها انت العين مش عندك عين او الرئة مثلا ممكن تبدلها برئة تانية او ايد عايز تبدلها فتبدلها وجيب رئة تانية امتلاك يعني لا الانسان نفسه هو الجسم بتاعه لو انت ابتدت تستوعب ده اكتر وتفهم ده اكتر وتتخيله اكتر لنفسك هتحب نفسك اكتر فلما هتحب نفسك اكتر هتحافظ على نفسك اكتر we don't have bodies احنا ما عندناش جسم احنا الجسم نفسه we are the bodies الجملة دي بتشجع الانسان بشكل عام عشان يحافظ على نفسه يحافظ على صحته يحافظ على اللي حواليه يحافظ على حياته بشكل عام حضراتكو من اول ما منظمة الصحة العالمية اعلنت ان فيروس كورونا بقى واباء في الكرة الارضية كل البشرية في كل حتة في العالم ابتدى يبقى فيه عندها اجراءات اجراءات استباقية اجراءات تحذيرية اجراءات باشكالها المختلفة واكيد كلنا متابعين اللي حافظ على هذه الاجراءات والتزم بالاجراءات زي الصين اللي هي ابتدى الوباء عندها الصين النهاردة بتقول ان نسبة الاصابة بفيروس كورونا قل وفي طريقهم طبعا ان هم كمان يحاولوا يعملوا ابحاث عشان يوصلوا للعلاج زي امريكا طبعا الدول اللي ما حافظتش على الاجراءات الوقائية لعدم نشر هذا الفيروس او الوباء زي كثير من دول اوروبا او بمعنى صح شعوب اوروبا اللي للأسف الشديد ما حافظتش على هذا النظام ما حافظتش على اتباع التعليمات انتقل بؤرة الكورونا من الصين الى اوروبا بقت هي الدول الاساسية في انتشار فيروس كورونا اذا كان انجلترا اذا كان اسبانيا اذا كان ايطاليا اذا كان المانيا كل الدول دي سبقتنا بكتير جدا في عدد الاصابات وللأسف الشديد في عدد الوفيات حافظ على نفسك لانك انت هذا الجسم مش عندك واحد تاني فممكن تغيره اجراءات كثيرة جدا في مصر ابتدت الناس والقائمين على دولة جمهورية مصر العربية انهم يبتدوا يتخذوا هذه الاجراءات او الاجراءات الاستباقية او الاحترازية هذه الاجراءات حضرتكم من ضمنها من كم يوم قلنا مفيش دراسة مفيش جامعة مفيش مدارس عشان المدارس والجامعات دول في 24 مليون تلميذ وتلميذة بتجمعوا في مكان واحد كل يوم ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن ينتقل الفيروس من مكان الى اخر الموضوع مالوش دعوة بالدراسة مالوش دعوة بالتلاميق ليه علاقة بالتجمع ان الناس تبقى جام ببعض المشكلة الاساسية هي الفم والانف والعين طيب الفم والانف والعين لو جال رزاز بتاع الفيروس خلاص انت خدته وبقيت مصاب بالفيروس طيب هو ايه اكتر حاجة بتوصل الفيروس للفم والانف والعين؟ الايد انا بتكلم بكل بساطة شديدة لكل الناس لكل الاعمار الايد هي اللي بتحط على المسطح ده فتنقل الفيروس اللي ممكن يكون واحد عطس واحد الفيروس سلع من بقه فجاه على السطح ده فاخده حطته في ايديه فقربته لعنية والبؤي والمرخيري او انفي انا ياسر وبناء عليه يتعيدي او تبقى قريبين من بعض قريبين من بعض زي المدارس وزي الجامعات وزي اي اجراءات احترازية قالتها جمهورية مصر العربية للشعب المصري عشان ما ينتقلش هذا الفيروس ونوصل للمرحلة اللي وصلت لها ايطاليا واسبانيا وكثير من دول العالم اللي للأسف الشديد عندها حالات وفاة كتيرة وحالات اصابة كبيرة وعندهم مشكلة على فكرة في انه هم يحجموا الحكاية بفضل الله الى الان ما فيش غير 150 اصابة زي ما وزير الاعلام أسامة هيكل النهاردة اعلن انه احنا ما عندناش غير 150 اصابة منهم اصابات بتتحسن وما فيش اللحلتين وفاة بفضل الله ولكن بفضل كمان الاجراءات اللي اتخذتها مصر زي ما قالت منظمة الصحة العالمية مصر وعمان اكتر دولتين اخذوا اجراءات سريعة وبسرعة احترازية لكل ما ممكن انه يحصل ان الموضوع ينفجر وزي ما حصل في كثير من الدول ينفجر بمعنى انها تنتشر انتشار كبير هذه الاجراءات الخاصة بان توقف المدارس والجامعات عشان ايه يا جماعة عشان فيه 24 مليون شخص تلاميذ يعني بيتجمعوا كل يوم فده ممكن ينقل فحضراتكم ما ينفعش الحكومة تقولك او البلد تقولك خلاص ما تتجمعوش فتروحوا تتجمعوه في المولاد ما ينفعش تروحوا تتجمعوه في الجامعات ما ينفعش تروحوا تتجمعوه في جيم ما ينفعش تتجمعوه على الاهاوي المشكلة انك انت لازم تبقى بعيد عن التجمعات وعشان كده فيه إجراءات أكثر زي النهاردة مثلا قالك المصالح الحكومية ما تروحش كل الموظفين ليه بنمنع التجمع قالك انت مش عايز تروح يعني ممكن ان احنا نوقف صلاة الجمعة ليه عشان عايزين نوقف التجمع المشكلة انك انت تتجمع في مكان يبقى فيه عدد كبير فممكن يتنقل الفيروس بسرعة زي ما شفنا انبارح ورئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي صرح والنهاردة واستخدم كلمة تكالب على انك انت تنزل ويبقى عندك بانيك وعندك احساس بانك انت ينهر سوح كل ده هيحصل ويحصل لنا زي أوروبا ويحصل لنا اجرب سرعة اشتري حاجات بالهبل وخزن هذا التكالب باللفز اللي استخدمه رئيس الوزراء ده احنا مش محتاجينه ليه؟ لانك انت بتنزل حضرتك فيبقى عندك تجمع نفس المشكلة ده غير انك انت اساساً يعني المنتجات الحمد لله المصرية تكفينا لمدة كذا شهر بس انت حضرتك بتكسر كل القواعد العالمية بانك انت تنزل برضو ويبقى في عندك تجمع ممكن يتنقل الفيروس فحضرتك حاول تحب نفسك اكتر من كده فلو حبيت نفسك اكتر من كده هتحافظ على نفسك وبفضل الله بفضل الله مصر ربنا حميها والحمد لله عدد المصابين مش كبير فاحنا كده هنكبرها وحنكبر عدد المصابين وعدد المتوفيين لقدر الله حب نفسك حب جسمك الجسم ده انت مش عندك جسم انت الجسم ده حافظ عليه حافظ على رئتك زي ما وقفوا حكاية الشيش في كل مكان في جمهورية مصر العربية اتمنى بس الناس ما تاخدش بقى الشيشة وتقعد بيها في البيت وتجمع الشباب في البيت حافظ على نفسك حافظ على جسمك حافظ على اللي حواليك لو انت مش حاسس بانك انت في حالة خطر واحنا في حالة خطر القرى الأرضية في حالة خطر اساسا حافظ على ابنك على بنتك اللي قاعدة معاك في البيت على مراتك اللي بتربيه لك ولادك طبعا الحوار ده انا موجه للرجال لا هو موجه لكل الناس بكل الشباب ايا كان العمر سيدات او رجال حب نفسك اكتر عشان تحافظ على صحتك اكتر حضراتكو النهاردة عندنا فقرة تخص هذا الموضوع الهام جدا وخصوصا ان سيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اوقف حركة الطيران من يوم الخميس ما فيش حد هيسافر ولا حد هيجي من برة من يوم تسعتاشر يوم الخميس القادم ان شاء الله الى يوم واحد وتلاتين مارس وخلي بالكو هو الاجراءات اللي احنا متابعينها دلوقتي دي لغاية اخر مارس ربنا يسهل باذن الله وان شاء الله مثلا يحصل تطور في العالم كله اذا كان في الصين اذا كان في اليابان اذا كان في المانيا اذا كان في مصر ممكن يطلع ان شاء الله الدواء ربنا يكرمنا ويطلع الدواء من مصر علماءنا المصريين بيشرفوا مصر في كل حتة في العالم ليه لا ممكن يطلع التجارب من عندنا ويحصل هذا الانجاز يا رب زي ما قضينا على فيروس سي ليه لا نتمنى طبعا اجراءات استباقية واحترازية كثيرة ويا رب ما نوصلش لان احنا يبقى في عند اجراءات اكثر من كده زي ما بتحصل في ايطاليا وزي ما بيحصل في اسبانيا وزي ما بيحصل في انجلترا وا 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 يا رب ما نوصلش ده الموضوع ده في ايدكو او في ايدينا يا مصريين ان احنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على جسمنا ونحب نفسنا وبلدنا اكتر من كده طبعا احنا كلنا بنحب بلدنا انما حافظ على نفسك حب نفسك لو حبيت نفسك هترفض انك انت الفيروس ده يخش لك وباجراءات بسيطة جدا اغسل ايديك عشان الموضوع بلاشت التجمعات يا جماعة عشان كذا 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 والنهارده على فكرة في الاخبار وزارة الصحة بتدي شوية تعليمات وشوية ارشادات كده عشان المناعة عندك تقوى فعندنا اول فكرة النهارده باذن الله تعالى بنتكلم عن هذا الموضوع الهام للعالم كله طرق الوخاية من فيروس كورونا والاجراءات المصرية لحماية المواطنين الدكتور اسامة عبداللطيف استاذ امراض البطنة والمناعة بجامعة عين شمس هيكون مشرفنا في اول فكرة والفكرة التانية عن عن الاحداث اللي بتحصل في اسرائيل ورقوفين ريفلسن يعني الرئيس الاسرائيلي يعني كلف جينتس ان هو يكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية بين يمين نتنياهو وجينتس هما الاتنين كان فيه الصراع ما بينهم في الفترة اللي فاتت على اه تحامل المسئولية في ان هما ينشئوا الحكومة الاسرائيلية وفيه احداث كتير اوي ايه ايه فايدت ان احنا نهتم بحاجة زي كده ايه ان احنا نبقى متابعين احداث دي كويس وخاصة بعد اه صفقة القرن اللي انتشرت اه عن طريق الولايات المتحدة الامريكية ومحاولة لدفن القضية الفلسطينية ايه اهمية ده للفلسطينيين اه في اه بلدهم انا نتكلم كثير عن هذا الموضوع مع الاستاذ اسلام كمال رئيس تحرير التنفيذي بروزال يوسف والانتخابات الاسرائيلية وتأثيرها على القضية الفلسطينية حضرتكو نروح الاخبار النهاردة ونستعرض اول خبر اول خبر بيقول عن سيد رئيس عفتاح السيسي السيسي استعرض الموقف التنفيذي لوزارة النقل ويوجه باستكمال انشاء كافة الخدمات المطلوبة وجه الرئيس عفتاح السيسي باكتمال انشاء كافة الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجارية تشهيدها قبل افتتاحها وكذا على المحاور الجارية رفع كفاءتها وتوسعتها مثل الطريق الدائري وذلك لتحقيق اعلى معدلات الامن والسلامة للمواطنين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير ووزير النقل وذلك بحضور اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وقال المتحدث الرسم باسم رئيس الجمهورية ان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية للوزارة النقل وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديثة فضلا عن المشروع القومي للطرق والمحاور ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الادارية الجديدة ببادينة القاهرة الكبرى بالاضافة الى مشروعات مترو الانفاق واوضح المتحدث الرسمي ان وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة خاصة جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية والخطط المستقبلية لتطوير اسطول محدات وحداتها المتحركة ونظم التشغيل الخاصة بها بالاضافة الى الموقف التنفيذي الخط الثالث لمترو الانفاق كما عرض وزير النقل مستجدات العمل في تنفيذ خطة القطار القهربائي الذي سيصل بين العاصمة الادارية الجديدة واحياء القاهرة وكذلك خط مونريل العاصمة الادارية لربطها بمدينة 6 اكتوبر مرورا بمختلف احياء وضواحي القاهرة وضاف المتحدث الرسمي ان الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات مشروع رفع كفاءة الطرق الدائري والمحيط بالقاهرة الكبرى بمرحله وقطاعاتها المختلفة فضلا عن تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكبرى الجديدة بمختلف المحافظات وفق البرامج الزمنية المحددة وبأعلى مستوى الجودة والمعايير الفنية العالمية خاصة في محافظات الصعيد الخبر الثاني من الاجتماع الذي ذكرته في المقدمة الخاصة برئيس الوزراء رسائل رئيس الوزراء بمؤتمر اعلان تعليق حركة الطيران عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمر صحفي اليوم الاثنين اعلن عن من خلاله تعليق حركة الطيران من ظهر الخميس وحتى 31 مارس الجاري وقعت أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال المؤتمر وحد تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية من ظهر الخميس المقبل حتى 31 مارس الجاري توجيهات رئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة أرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا السماح للضيوف الموجودين على أرض مصر باستكمال برامجهم السياحية حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتهم تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بهدف الحد من الاختلاط باستثناء الجهات الخدمية الاستراتيجية رئيس الوزراء يحذر من الانسياق وراء الشائعات نتعامل بمنتهى الشفافية ولا نخفي شيئا ناشد رئيس الوزراء كافة المواطنين المصرين أن يكونوا على قدر المسئولية ويكونوا مدركين تماما للوضع مصر لديها رصيك كبير جدا من السلع يكفي لشهور مقبلة أهاب رئيس الوزراء بالمواطنين ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم إطلاقه من شائعات حول انتشار فيروس كورونا المستجد التنسيق مع وزيري الداخلية والتومين للتعامل بمنتهى الشدة والحزم مع أي نوع من الممارسات التي قد يقوم بها أفراد بهدف إخفاء أي سلع أو زيادة أسعار بعضها الخبر الثالث الحكومة إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن قال أسامة هيكا الوزير الإعلام أن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن 150 حالة منهم 80 حالة مصرية موضحا أن قرار تعليق حركة طيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن قرار تعليق الدراسة للحفاظ على صحة المصريين ولا يجوز أن يأخذه المصريين باستهتار ويبدأ في الخروج حتى لا يحدث كارثة يعني نعط في البيت قد ما نقدر يا جماعة وبلاش نخرج ونسمع كلام والتحذيرات اللي احنا بنقولها ودي اللي كان بتحصل في بعض الدول والشعوب اللي ما استجابتش حصل لها مشكلة إن شاء الله نستجيب وإن شاء الله تمر على خير بإذن الله تعالى على مصر كلها الصحة فيما تم تداوله بالجارديان البريطانية عن زيادة معدلات كورونا في مصر أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما تم تداوله بجريدة الجارديان البريطانية بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفي 19 في مصر موضحة أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان للشؤول الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تعلن فورا عن أي حالات تأتي نتائج تحليلها إيجابية لفيروس كورونا المستجد بكل شفافية طبقا للواعي الصحية الدولية بالتنصيق مع منظمة الصحة العالمية واستنكر مجاهد استناد الجريدة المذكورة في بيانها على تكهنات إحدى الباحثين في الأمراض المعدية في إحدى الجامعات الكندية بشأن زيادة أعداد المصابين في مصر إلى أكثر من 19 ألف مصاب وشددا أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الرسمية المنوط بها متابعة الموقف الخاص لفيروس كورونا المستجد بجميع دول العالم كما أن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر يتابع مع الوزارة كافة البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل يومي كما يشرف ويراقب بصفة مستمرة على الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحة تكشف طرق تقوية المناعة الجسدية لمواجهة عدوى كورونا كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح الهامة التي تستهدف رفع المناعة الذاتية للجسم مما يسهل قدرته على مواجهة الأمراض الفيروسية في ظل تفشي مرض كورونا حول العالم حيث قالت الوزارة الصحة والسكان أن العسل الأبيض معزز للمناعة مع ضرورة حصول الفردة على ملعقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحا لما له من فائدة في رفع المناعة وتنقيط مصار الهواء بالجهاز التنفسي وأضافت وزارة الصحة والسكان أن كوب من عصيل جزر بالبرتقال يرفع المناعة حيث أن عصيل الجزر والبرتقال مصدر لأهم الفيتامينات الخاصة ببيتامين ألف المعزز للجهاز المناعي والبرتقال أغنى فاكهة ببيتامين جيم والذي يحمي من الأمراض المعدية نأكل كل يوم معلقة عسل وكل يوم معلقة أنا باخد عريق يعني ممكن مع شوية مية سخنة أو مية عادية هناك برطقان كتير ويستفندي كتير هناك جزر كتير مصر على فكرة أكبر دولة في العالم بتصدر برطقان ويستفندي وموالح فإحنا أولا نشتري شوية برطقان وناكل المتحدث العسكري ينفي قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على كافة محافظة جمهورية والتأكيد على أن الصفحة الرسمية لمتحدث العسكري هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وأكد المتحدث العسكري على مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري الداخلية مصرع ستة عناصر إرهابية بحوزاتهم أسلحة ومتفجرات بشمال سيناء لقى ستة عناصر إرهابية مصرعهم في استهداف الوقر إرهابي منطقة أبو شلة بشمال سيناء حيث توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء بطريق أبو شلة المتفرع من الطريق الساحلي ببئر العبد في شمال سيناء واتخاذه وقرا لهم ومركز الانطلاق لتنفيذ عمليات العدائية وتم استهداف منطقة اختباء العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق الرصاص مما أصفر عن مصرع ستة عناصر وعثر بحوزاتهم على العدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة وتم تقنين الإجراءات تحية كبيرة جدا للقوات المسلحة المصرية وتحية كبيرة جدا لوزارة الداخلية مطر مش مطر سيول مش سيول عواصف مش عواصف كورونا مش كورونا احنا هنا على أرض مصر بنحافظ على أمن مصر وأمنها القومي ما لهمش دعوة تحية كبيرة لجنودنا القوات المسلحة المصرية والشرطة القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة في التغلب على آثار التقص السيء بتوجيهات من الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية القاد الأعلى القوات المسلحة لتخفيف الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصري فقط في المناطق الأكثر تضررا أزر فريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أو أمره إلى الهيئة الهندسية لقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار النتيجة عن موجة التقص السيء التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية ودفع عربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الأغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة منها مصر الجديدة وطريق الأتصراد ونفق العروبة بصالح سالم وطريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدينتي من خلال دفع أطقم الإغاثة بتقم 35 تقم إغاثة وعدد 64 عربة كاسحة للمياه كما تضمنت الأوامر قيام هيئة الأمداد والتمويل للقوات المسلحة بدجهيز وإعداد مساعدات المتضررين يشمل جميع الاحتياجات من البطاطين والمواد الغذائية وتوزيحها لعدد 5000 أسرى من المتضررين بمناطق الصف بالجيزة ومنطقة الزريب بمدينة 15 مايو بحلوان من جانبهم أعرب المواطنين عن عمق شكرهم لقوات المسلحة على سرعة استجابتهم في تقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم ومؤكدين على ثقتهم التامة بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة لدعم أبناء وطنهم الغالي في مواجهة الأزمات والكوارث كما قامت عناصر الهيئة الهندسية لقوات المسلحة بدفع عدد 34 معدة هندسية في قرية الدسمي مركز الصف بالجيزة لرفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وإعادة تأهيل أحد الجسور المنهارة بالمنطقة فضلا على أعمال شفط المياه آخر خبر معنا مع حضراتكم وزير الخارجية يبدأ غدا جولة أفريقية حاملا رسالة من الرئيس السيسي الله يكون فعون السيد وزير الخارجية سامح شكري اللي طول الوقت ما بين الدول العربية وما بين أفريقيا وما بين أمريكا وما بين الدبلوماسية المصرية الحقيقة بتقوم بمهام كبيرة جدا من عدة سنوات يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا الثلاثاء إلى العاصمة البروندية في مستهل جولة أفريقية خارجية تشمل كذلك كل من جنوب أفريقيا وتنزانيا وروندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر وذلك لساسيم رسالة من رئيس الجمهورية إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة كان وفد من الوزارة الخارجية برئاس السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومشاركة السفير ياسر سرور نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون مياه النيل قد زار كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية حيث ألتقى الوفد وزارة الخارجية تلك الدول لتسليم الرسالة الرسائل الموجهة من رئيس الجمهورية إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة فضلا عن استعراض محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص حضرتكو ده كان آخر خبر معانا النهاردة وزي ما أنا قلت هنتكلم النهاردة أكثر وأكثر نحاول طول الوقت في الإعلام نحن نوعي الناس بمخاطر الكورونا إزاي ممكن نبعد عننا شر انتقال الفيروس من شخص لشخص حاولوا قد ما تقدروا أن احنا ما يبقاش في تجمعات كثيرة يا أخوان قد ما تقدروا ما يبقاش في تجمعات وفي نفس الوقت طول الوقت اغسل إيديك قد ما تقدر بالصابون ومش مهم تنزل تشتري أي مساحي غالية ولا أي حاجة المهم أنك أنت تغسل إيديك كويس قوي بالصابون وما تحطش إيديك على سطح ممكن يكون أيا كان أو تلمس إنسان يكون ممكن يكون لقدر عنده الفيروس وتحطها على بقك أو على مراخيرك أو أنفك يعني أو عينيك لو إحنا عملنا ده وقعدنا في البيت بس شوية واستهدنا بالله كده إن شاء الله هتعدي الموجة وبإذن الله مصر بخير أو ربنا حافظها بإذن الله تعالى دائما يا رب الدكتور أسامة عبداللطيف أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس هو اللي حيكون في الفقرة القاتمة فاصل ورجعين حيلا